سيبقى سوف نرى كيف نجعل المشاركة في براماتك سوف أبدأ بأن أريد أن أقوم بعمل تسليفة ثم سوف أقوم بعمل ميس سوف أقوم بعمل ميس سوف أرسم بشكل دائري سوف أقوم بعمل ميس سوف أقوم بعمل ميس سوف أقوم بعمل ميس نعمل سيلكت على الشكل ممكن نقول له مثل فلور فيبدأ كل فلور يعمل فيه مثل وفي شامل فلور هو يعمل مثل ممكن بعد كده اجينا في اركتكتشور وقول له ان انا عايز اعمل هنا فلور ابدأ اعمل سيلكت على كلهم وقول له فلور وبعد كده اقضل اول بايفيس اعمل سيلكت على الوقت دوت والوقت دوت فكده عندي الشكل بتاعي اتعمل بعد كده خلينا نروح لاليفيشن عايز هنا ابدأ اعمل الديمينشن من هنا وهنا 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 لو انا عايز كل الادوار دي تبقى متساوية اقضل 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 فيبدأ خليلي الادوار كلها متساوية كلهم 3.390 طيب انا عايز اقضل بي برامتر فممكن تعمل سيلكت كده و تيجي هنا تقول له ان انا عايز اعمل برامتر وقول له مثلا انا امامها اوكي ده البرامتر ده لو انا عايز اعادل فيه خش معينيش بقول له برامتر أخذ الكمارية يمكنني أن أخذها 4000 يمكنني أن أخذها 4000 أريد أن أثبت واحد فيه أستطيع سواء هذا الموضوع ثم أتفضل وضع هذا الموضوع ثم أرجع تفضل وضع موضوع ثم أتفضل الكمارات الثلور يوجد موضوع الحوايت لأني قد أقول تقوم بحاجة نحوانيا بسيطة ممكن أن ننسك محيطة ديتة ممتازة تج表示 لجد الحاجة أو فكلمة ونرجع بهذا الشمس اضع البرامتر اضع البرامتر اضع البرامتر فتلاقي كل اللي فلاتت غيرت الهواء بدأ يطلع وينزل معي الهواء بدأ تطلع وينزل معي كما نريد فهو نستطيع نقوم بعمل موضوع البراماتيك بسهولة جدا في برنامج وفيه بيم معموما طبعا لو تخلنا في الدينامو ببقى أسهل بكثير